من أي مذهب كنت أخي المشاهد أو من أي طائفة أو من أي عرق أو من أي طبقة كلام الرب لإلك شخصياً أرجوك في المسيح أن تقبل إليه هو يناديك لبي نداء الإنجيل الإنجيل هو قوة الله للخلاص لأنه يعطي الله الخلاص بدون أي مقابل يعني الخلاص لا يشترى ولا يباع لكن الخلاص يقدم مجاناً على طبق النعمة النعمة هو وهو النعمة الرب يسوع المسيح فالله يقدم لك الخلاص بجاناً قوة الله تعني القوة المغيرة القوة الناقلة ينقلك من حالة لحالة أخرى نحن من موت بآدم بإنسان واحد دخلت الخطيئة وبالخطيئة نعم آدم جبلنا الموت لكن هاللويا يسوع بقيامته المجيدة أعطانا الحياة الأبدية مبارك اسمه إلى أبد الأبدين فهو قوة بغيرك بتقلي كيف هذا فوق العقل لأن عندما نقول إيمان الإيمان هو الطبقة فوق العقل نعم لكن غير مناقض للعقل أكيد أكيد غير مناقض للعقل أي أحياناً العقل يخضع للإيمان وليس العكس أيوة يعني هنا الرسول بولوس عم بقول في آية 16 لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولاً ثم لليوناني ليه؟ لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان البار بالإيمان يحيى في آية 18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم فإذن يعني فيه دينوني كمان على اللي بيرفض قوة الله لكل من يؤمن فلازم يكون فيه إيمان تيجي للمسيح عن طريق الإيمان ما هو الإنجيل إليه شقين نعم شق الحياة هيده محبة الله ونعمة الله وشق العدالة الإلهية عندما ترفض المسيح وترفض كلمة الله فهيده بيجلب الدينوني يلي بيقبل الخلاص بيقول إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح مش حد المسيح أو وراء المسيح أو لا لا في المسيح يعني انتقلت طبيعة الله لا إليه انتقل المسيح لحياته فأحيا لا أنا بل المسيح هيدا قوة الحياة هيدا قوة الخلاص يعني لما نقبل الإنجيل أنا قبلت الحياة أنا قبلت الخلاص أنا بدي أقول للمشاهد أنه قد بدك تعيش يا إنسان سبعين الأيام سنيننا سبعون مع القوة مع الدفش ثمانون وأفخرها تعب وبلية تقرد سريعا فنطير يتوائم كلام موسى مع كلام يعقوب كمان يعقوب شو بيقول بيقول ما هي حياتكم بخار نعم يظهر قليلا ثم يضمحل هيدا حيات إيه هيدا حيات الإنسان يا إنسان بتقبل بحياة مئة سنة وتموت بخطيك وتروح على جهنم ولا بتقبل المسيح وبيصير إلك حياة أبدي يعبر عنها الرسول بطرس بقوله ألف سنة عند الرب كهاللويا مش دل الرب شي بيفرح أكيد أخ نزار مش بقا أقول طبعا يعني اليوم بألف سنة وألف سنة كيوم بنظر الرب أكيد أكيد